تسكير سريع بالأحداث اللي فاتت شوفنا الجزء اللي فات من حكاية لوفي وشوفنا الطاقم وهو بيوصل لمدينة الووتر سيفن بعدها بيروح نامي وقصب ولوفي يبيعوا الدهب اللي فلوس بتتسيرق منهم من عائلة فرانكي وبعدها بيقولوا نجارين آيسبيرج لوفي ان السفينة بتاعتهم خلاص مش هتكمل معهم ابعد من كده وان دي نهايتها وبيرفض قصب قرار لوفي بيتخلي عن الجوينجي ميري وبيسيب الطاقم وبيمشي وبعدها بيتقاتل هو ولوفي في معركة قوية وبتنتهي بانتصار لوفي وشوفنا كمان اختفاء روبين وشغلها مع منظمة غريبة وانهم هجموا على آيسبيرج وفي النهاية عرفنا ان اللي هجم على آيسبيرج هم النجارين بتوعه اللي كانوا متخفيين وما حدش عارف عنهم حاجة اتأكد انك عامل الاشتراك وحاطط اللايك وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا بنشوف فرانكي هو بيروح عندي سفينة تجوينجي ميري وبيلاق اسب لوحده هناك وبيقوله ان هو هيخضو هو والسفينة قراهينة لحد ما قبعة القاشلوفي يزهر ويخلصو حساباتهم مع بعض وعند المبنى الخاصة بشركة جالي بنشوف زوره ونامي وتشوبر وزوره هزم كل الناس اللي كانت موجودة هناك وبعدها هم التلاتة بدخلوا جوه المبنى بيقدر لوف ان يحرر نفسه اخيرا وبعدها بيحرر بولي بنروع عند ايسبيرج وهو واقع على الارض ووقف قدام رجالتوا اللي كانوا شغالين معاه بس تلعف الاخر انهم رجالة الحكومة بيعرفوا لوتش بيهم وبيقوله انك اكيد عارف السيفر بول التابعة للحكومة العالمية السيفر بول التابعة للحكومة العالمية بيتكون من 8 مجموعات بيبدأ من سي بي وان لسي بي نايت وال8 مجموعات دولا منتشرين حول العالم في اماكن متفرقة وكلهم شغالين تبع الحكومة والمجموعة دي بقى هي سي بي نايت مجموعة سرية محدش يعرف عنها حاجة ومعهم تصريح بانهم يقتلوا اي حد في سبيل مهمتهم وبيقولوله ان الحكومة عاوزة ترجع الاسلحة التاريخية عشان تقدر تنهي عصر الكراصنة بيمسك كاكاو ايزفيرج عشان يشوف نبضه ولوتش بيبدأ يسأله اسئلة ولو كده بيها او بنا عليه الخوف نبضه هيتصارع وبيقوله الايزفيرج انهم عارفين انه معاه الخرائط التاريخية وبيقولوله كمان انه مش بالغباء ده اللي خليه يرمي الخرائط الحقيقة وان الخرائط المزيفة اللي عنده دي مجرد تمويه والحقيقة موجودة مع شخص تاني وبيقولوله كمان انه توم الشخص اللي علمهم صناعة الصفن كان عنده تلميزين وهو شخص تاني والشخص التاني ده الحكومة العالمية قالته انهم مات والشخص ده كان اسمه كاتافلام بيقولوله انه بعد ما عملوا التحقيقات بتاعتهم عرف انه كاتافلام لسه عايش تحت اسم فرانكي قلبه ونبضة ايزفيرج بيبدأ يتصارع وبيعرفوا ان التحقيقات بتاعتهم صح فجأة بيخش عليهم لوفي والزور وبولي ونامي والتشور وبيوصلوا كلهم لهناك بيتصدم بولي انه لوتشي هو اللي كان ورا كل ده وبيهاجم عليه بس لوتشي بيتجنب هجومه بكل سهولة وبيضربه ضربة واحدة بيتخليه مش قادر يقف تاني بيقول لوتشي انه هم تعلموا فنون كتالية لسنين طويلة واكتسبوا قوة رهيبة ومش هيقدر يعمل قدامهم حاجة بيهاجم عليه لوفي بهجامات سريعة ورا بعض بس جسمه لوتشي السابت وما بيتأثرش باي هجوم وبيتحرك لوتشي بنفس الطريقة وبسرعة رهيبة وبيضرب لوفي وبيطياره بعيد بتكلم نامي روبين وبيقول لها انت ليه بتعملي كده وليه بتشتغل مع الحكومة وبتسعديهم بتقول لهم روبين ان الموضوع كبير ومش هيفهموه خالص وهي خلاص ودعتهم لما تكلمت مع تشوبر وسانج بيقول لوتشي ان هما ما عندهمش وقت للكلام ده عشان في شخص لازم يلاقوه وبتبصي كاليفة في الساعة بتاعتها وبتقول ان فاضل دقيقتين والمكان ده كل يولع بيحول لوفي يهاجم عليه بس اجسادهم كلهم صلبة زي الحديد وسرعتهم عالية جدا وبيضربوهم تاني وبيوقعوا لوفي وزروا على الارض بعد ما تهزموا منهم بكل سهولة بيقول لهم لوتشي ان هو هيوريهم قوتهم الحقيقة وبيستخدم قوة فاكهة الشيطان بتاعته وبيتحول لشكل الفهد البشري بيهاجم عليه لوفي لكن لوتشي بيدربوه ضربة واحدة ببطه بترميه بره المبنى خالص وبيهاجم زوره عليه ولكن لوتشي بنفس الطريقة بيرميه بره وبيوقعه في المياه بيبدأ المبنى كل يولع وايزبرج وبولي مربوطين جوه وينامي وعقه بره هي كمان في نفس الوقت بنشوف فرانكي ومعه اوسب وفرانكي قاعد يعيب بعد ما سمع كستة اوسب وانه سابت طاقم خلاص فرانكي تلع شخص طيب وتلع عنده مشاعر بيقول فرانكي القصب انه ينضم ليه لكن قصب بيرفد وبيقوله انه لسه كرصان في الوقت ده بنشوف لوتشي واللي معاه في طريقهم لمكان فرانكي بعد ما عارفوا موقعهم بيسأل فرانكي قصب عن ناوي يعمل ايه بعد ما يصلح السفينة بيقوله قصب انه هو هيكمل رحلته في الجراند لاين وانه لا يزال كرصان بس فرانكي بيقوله ان السفينة خلاص مش هتقدر تكمل تاني بيتخان قصب معاه وبيمسكه فرانكي وبيرمه في المياه وبيقوله شوف انت بنفسك بيشوف قصب السفينة من تحت وبيعرف جواه ان السفينة خلاص انتهت بيطلع قصب وهو ساكت وبيكمل تصليح في السفينة وبعدها بيعيط وبيقوله ان كان عارف ان السفينة انتهت من زمان وبيقول لفرانكي انه لما كان في جزيرة السماء سمع صوت جاي من عند السفينة وهو نايم ولما راح شافها لقى شخص واق بيصلح في السفينة ولما جه الصبح لقى السفينة رجعت سليمة زي الأول وبيقوله انه حاسس ان اللي عمل كده هي روح السفينة نفسها بيقعد فرانكي وبيقوله انه هو مش مجنون واللي شافه كله حقيقي وبيقوله انه شاف كرباموت الأسطورية اللي انتقلت من بحار لبحار وهي جنية معها مطرقة وبيتساعد البحارة في تسليح سفنهم وهم واقفين بيتكلموا بيحتر لوتشي والرجالة اللي معاه بيحول فرانكي يهاجم عليه بس بيدربوا لوتشي وبيقع على الأرض بكل سهولة وبيقوله لوتشي انه عارف كل حاجة وعارف كمان انه كان تلميس توم من 8 سنين وبيتفاجئ فرانكي من كلامه وبيسألهم على أيسبرج وبيقولوله انه مات وبيقولوله انه هم هنا عشان الخرائط التاريخية اللي عرفوا انه هي معاك بس فرانكي بيهاجم عليه ولوتشي بيدربه وبيكسر الحيط من وراء بيخش جوه القضاء وبيلقوها مليانة مخططات وبيشوف صورة توم وفرانكي وايسبرج مع بعض وفرانكي بيقول ما تلمس الزكريات بتاعتنا بنروح بعدها بنشوف ماضي فرانكي وايسبرج وتوم وبنشوف قوة ومهارة توم الكبيرة في صناعة السفن وابن المهاراته قدر يرجع مدينة لوترسيفن للحياة التانية بعد ما الكراصنة بدأ يجو على مدينة لوترسيفن عشان يصلحوا السفينة عنده وفي يوم من الايام جات البحرية وابضت على توم وتحاكم بتهمة صنع السفن للكراصنة بطرق غير شرعية ومن الكراصنة اللي صنع السفن متاعتهم كان جولدي روجا ملك الكراصنة واتحاكم عليه بالموت وقبل ما يغضوه بيقول للقاضي انه شغال على مشروع قطار شغال بالبخار وهيمشي على المية والقطار ده هيساعد مدينة لوترسيفن جدا ويرجعها تبقى مصدهرة تاني بيقوله انه فاضل بس يلاقي الطريقة اللي يسبت بها القبضان على المية والموضوع ده هياخد وقته مجهود طويل وبيقوله عشان يوصل الاطر بكل الجزر المجورة ويكون موجود في المحيط دايما محتاج عشر سنين وبيوافق القاضي على طلبه وبيديله مهل عشر سنين بنشوف فرانكي وايزبرج وهم عادين مع توم وبيظهر على فرانكي النزعلان من اللي حصل وبيبدأوا بعدها كلهم يصنع القطار البحري الاول من نوعه في العالم والبحار بعدها اخيرا بيقدروا يصنع القطار البحري وبيقفوا كلهم هم حاسين بالفخر وبعدها بتبدأ جزيرة الوترسيفن في انها تكون من المدن المهمة في الجراندولاين وبييجي ضابط من البحرية واسمه إسبان دام وبيطلب من توم ان يدينوا المخططات للسلاح القسطوري اللي معاه بس بيقوله توم ان المخططات دي مش معاه وبيغضب إسبان دام وبيسيبه وبيمشي وهو بيتوعد ليه وبعدها بيروح إسبان دام لقيادة الحكومة العالمية وبيقنوهم انهم لازم يرجعوا الاسلحة التاريخية عشان ينهوا عصر القراصنة ده وبالفعل بيوفوا وبيقولوله انه معاكت صلاحية لإرجاعه وبنشوف بعدها ان توم بيدي مخططات دي لآيسبيرج وفرانكي وبيقولهم ان الحكومة بدأت تدور عليها وانهم لازم يحموها مهما كان عشان لو الاسلحة دي رجعت العالم هيتضمر من تاني وبعد عشر سنين بييجي اليوم اللي هيتحاكم فيه توم وكل بيتوقع براءته بما انه نفز وعده وقدر يصنع الكتار البحري اللي يساعد البحرية وساعد الناس كلها لكن فجأة بتظهر صفن مسلحة كتير وبيتهاجم على صفن البحرية وعلى قعدة المحكمة كمان بيبص فرانكي وبيشوف ان هي دي الصفن اللي كان بيصنعها طول السنين اللي فاتت وبنشوف سبان دمه وبيضحك بعد ما جابتهم جديدة لتوم والمرة دي مفهاش براءة منها خالص وبعدها بيحاول آيسبيرج وتومي يوقف الصفن الحربية دي وبيتصاب توم منها وبيقول آيسبيرج لفرانكي انه قال له كتير يبطل يصنع صفن الحربية دي وقديها هتكون السبب في موت توم بعدها بييجي سبان دم وبيقول لهم انه وقت محاكمة توم جات وبيطل التوم من القاضي انه يدي براءة على آيسبيرج وفرانكي عشان هم اللي ساعدوهم في الكتار البحري وبيقول انه هو المسؤول عن الهجوم ده لوحده لكن القاضي بيقوله انه لسه فاضل تهمة في التعاون مع جولدي روجا بيقول له توم انه التهمة دي فخر ليه ومش هينكرها خالص بس بيغضب فرانكي وبيهاجم على سبان دم وبيضربه فش وبعدها بيهرب من الحكومة بتاخد الحكومة توم في القاضي وبتمشي به عشان توديه للسجن الانيس لوبي بيروح فرانكي يقف قدام القاضي اللي بيكون راكب فيه سبان دم وبيبدأ يضربهم بكزائف نار لكن القاضي بيدرب فرانكي وبيوقعه في المياه نرجع تاني للوقت الحاضر وبيقول لوتشي لفرانكي انه حاليا كل التهم اللي كانت موجهة ليه من زمان هترجع تاني بيبقى انه لسه عايش بعدها بنشوف سبان دمه هو لسه موجود هو كمان وبيقول لفرانكي انه كان مستنيه من زمان وبياخدوا فرانكي معاهم عشان يودوه للسجن الانيس لوبي وعند مبنى شركة جيالي اللي بتحترق بنشوف تشوبر وهو بينكس ايسبيرج وباولي وبيطلعهم من المبنى ولوتشيو اللي معاه ماشين وبيشوفوا اوسب وبيقول كاكاو انه فاكر انه كان منطقم قبعة القاش وبيقولهم انه هو هياخدوا معاهم كمان للسجن الانيس لوبي بعدها كاكاو بيبص للسفينة وبيفتح الباب الكبير للمبنى اللي هم فيه وبيرمي السفينة منه بنشوف ايسبيرج بعد ما فاق وهو قاعد مع نامي وبيحكي لها كل اللي حصل مع روبين لما كانوا هم اللي اتنين بيتكلموا مع بعض بنشوف روبين لما كانت بتتكلم مع ايسبيرج وبتقولوا ان السي بي نايت ارغمتها انها هتلفق تهمة الهجوم في الطاقم قبعة القاش وإلا هينفزوا نداء الدمار عليهم ونداء الدمار ده بيكون امر عاجل بيتم فيه استدعاء خمسة من نواب الادميرالات وعشر صفن بحرية لمكان واحد وبييتم تدمير للمكان كله بدون اي رحمة وبتقول ان هدفها ان لوفي والطاقم يسيبوا الجزيرة وهم بخير وعشان كده بتساعد رجالة البحرية وان هي مش مهتمة بالسلاح سواء يرجع ولا ما يرجعش بتفرح نامي وبتقوم تجري وهي بتقول ان هما هيرجعوا روبين وهينقذوها مهما ان كان اللي هيحصل وبنشوف القطر ده وهو جاهز عشان ياخد روبين والحكومة وبرضو بنشوف سانجي اللي كان قاعد هناك مستنيهم وبيطلعوا رجالة البحرية للسفن وهم معهم روبين وفرانكي وقوسف وبنشوف ايسبرج وهو بيقول لنامي ان هما لازم يلحقوا القطر ده قبل ما يمشي عشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتاخدهم لسجن الانيسلوبي بتقول نامي ان هما محتاجين يلاقى الوف والزور الاول اللي طاروا من المبنى ومحدش عارف مكانهم فين وفي الوقت ده بيمشي القطر وبكده بيفكد الطاقة مفرسته ان يسيب الجزيرة دي بتروح نامي للمحطة وبتلاقي رسالة من سانجي هناك وبيقول لها ان رقب القطر ويساب لها حلزون اتصال عشان يكلمهم في عرب وقت ويبلغهم بكل اللي حصل وبنشوف سانجي في الوقت ده وهو بيقتحمي القطار وبيدرب كل رجالة البحرية اللي في اول عربية وفي مدينة الووتر سيفن كان كل الناس بيدوروا على لوفي وزورو بتقدر نامي تعرف مكان لوفي وتشوبر بيعرف مكان زورو بس هما اللي اتنين في موقف صعب جدا والبحر جاي عليهم بموجة كبيرة جدا وهتدرب المدينة كلها وبتظهر الموجة الكبيرة وبيقدر لوفي اخيرا هو وزورو انهم يحرروا نفسهم اخيرا وفي اخر لحزة بتحكي نامي لوفي وزورو اللي عملته روبين وان هي ضحت بنفسها وراحت مع البحرية عشان تنكزهم وبيقول لوفي ان هما يروحوا في مهمة انكاز روبين وبيقول لهم بقول ان البحر حاليا في حالة هيجان وحتى لو اخدوا السفينة فكلها دقيق والبحر يدمرها وهم بيتكلموا بتقول لهم كوكر ان هي هتوصلهم بالقطر التاني وجوه القطر بنشوف سانجي هو عمال يهزم كل رجالة البحرية وبيتقدم في العربيات الواحدة ورا التانية لحد ما بيوصل لفرانكي وبيروحوا اتاكموا معهم كوكر للقطر التاني وهم بيجاهزوه بيحضروا الناس اللي كانوا الشغالين مع فرانكي وبيقول لهم ياخدوهم معهم وانهم عندهم وسيلة تانية عشان يبحروا بيها وبينزلوا القطر البحر تاني ووراها معائلة فرانكي اللي بنكتشف انهم معهم سفينة وبيجراها حصانين كبار بيتكلم لوفي وبيقول ان لوتش هيبه هو خصمه لما يوصلوا هناك وبتظهر الموجة التانية كبيرة جدا قدام القطر بيفضلوا يضربوا فيها بالمدافع عشان يفتحوا طريق بس ما فيش حاجة نفعة معاها والقطر فدلوا صواني ويصطدم بيها ويتضمر بيطلع لوفي وزوروا فوق القطر وبيستخدموا قوتهم هما اللي اتنين وبيفتحوا طريق بعدها بيتصل سانجي بنامي وبيكلم لوفي وبيعرفوا انه في القطر اللي معروبين بعدها بنشوف سانجي وهو واقف مع اوسب واوسب بيقولوا انه هو مش هيقدر يعمل حاجة تاني وانه خلاص ما بقاش من الطاقم وفرانكي بيحاول يوقفوا بس السانجي بيقولوا سيبوا براحته وبيمشوا اوسب بعدها وبيظهر شخص تاني وبيقولهم انه هو سمع انه هما اللي اتنين عاوزين ينكزوا انسة مخطوفة وانه هو هيساعدهم في كده وبيقولهم ان اسمه السولان كينغ وده اكيد يعني شخص تاني غير اوسب يعني وبيجهزوا هما التلاتة وبيقول سانجي انه عنده خطة ينزلوا جوه القطر بيها وبيقدروا يفصلوا العربية اللي فيها جنود البحرية عن بقية القطر وبتوصل الاخبار لوتشي وبيقولهم انه مهمتهم استعادة روبين وانه مستحيل انه يقدر حد ياخدها منه من على القطر ده في الوقت ده كان سانجي بيواجه خصم ظهر انه قوي جدا وسانجي بيعاني قدامه وفرانكي كمان قابل واحد من رجالة لوتشي الاقوياء بنشوف القطر اللي فيه لوفي وبيقابله قدامهم قاطع الصفن المشهور في البحرية تيبون واللي كان موجود في العربية اللي فصلها سانجي عن القطر بيخاف كل اللي في القطر منه بس زوره بيقف في مواجهته وبيمسك زوره الثلاث سيوب بتوعه وبيهاجم على تيبون وبيقدر يهزمه في الوقت ده على القطر التاني بيقدر سانجي وفرانكي انهم يهزموا الاعداء اللي قدامهم وبيخش هم الاثنين العربية اللي فيها لوتشي وعملاء السيبي نايت وهم بيتكلموا بتظهر روبين ومعها اوسط وبيقول لها سانجي يلا نرجع بس روبين بتقولهم انه يوقفوا كل اللي بيعملوه وانها حتى لو شرحت لهم مش هيفهمه بيحاولوا يرجع روبين بالقوة بس محاولاتهم بتفشل وبيهاجم كاكاو على سانجي وبيوقع على الارض بيكسر فرانكي باب العربية وبيرمي نفسه في العربية اللي فيها لوتشي وبيسيب العربية اللي فيها سانجي وقوصب وروبين وراه عشان يهربه بس بيظهر الشخص ده من ورا سانجي وبيضربه وبيطيره بعيد وبيقدر يضرب قوصب هو كمان وبيحاول سانجي يهاجم عليه تاني مرة لكن برضو بيتدرب منه وبيقدر ياخد الشخص ده روبين وبيخش جوا الباب اللي صنعه وبيختفه وبيظهروا في العربية التانية وبيوصل فرانكي وروبين ورجالة البحرية لسجن الانيس لوبي والقاطر اللي فيه لوفي بيركب معهم سانجي وقوصب وافترقهم هم كمان لسجن روبين وفرانكي وخلاص داخلين على السجن وافترقهم لمواجهة كوة عظمة من البحرية واقتحاهم سجن كامل من البحرية ده كان نهاية أرك الووتر سيفن في الجزء الجاي هنبدأ الارك الانيس لوبي اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وان يكون الملخص عجب وسلام